بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نتمنى أنكم تصليوا على النبي باش نتديوا الأجر مجموعين مرحب بكم في مطبخكم مطبخ الأمل اليوم نقدم عبعضيتنا هات الكيكل اللي كتجي أكثر من رائعة اقتصادية ببيضة واحدة فقط وبدون التراب وبسوس أكثر من رائعة نتحصلوا ونفرحوا ليدتنا بهات الكيك الرائعة نتمنى أنكم تجربوها ودنى الإعجاب ديلكم إذن على بركة الله في البول أو البانيون فاشغل نخلطوا الكيكة ديتنا ندير حبة البيض تكون بحرارة المطبخ وما تكونش صغير ورا بزاف كيف ما شفتوا معايا إذن غادي ندير قبيسة الملح وغادي نضيف كأس ديال السكر حبيباس أنا ما عمرتوش بزاف تلفوم وكي يبقى مطابعة الحال السكر على حسابية الدوق غادي نحاول نتطرب هات البيضة مع هات السكر فقط بالخلط اليدوي ونتحصلوا على خليط فاتح اللون كلكم تخدموه بالطرب الكهرباء أنا خدمت فقط بالطرب اليدوي يعني ماشي شي حاجة فيسع كيف ما شفتوا هو اللون بدك يتفتح ماشي بالضرورة السكر يضوب لنا مية في المية فقط كنشوفوها بدك السكر كيدوب سافي وده بغادي نمضى نضيف عندي هنا نصف كأس ديال زيت المائدة هنضيفو بالتدريج نصف كأس ديال زيت المائدة نسل كأس باش عبرت السكر باش غدا نعبر باقي المقادير إذا من بعد ما نضمن أنه لحناصر تخلطه مع بعضيسهم هنضيف هنا عندي الفاني غوبرة يمكن لكم تنسمو الكيكا ديتكم باش ما بغيتو أنا فضلت عندي الفاني وغادي نضيف كأس ديال لبن عندي هناك كأس ديال لبن بالتدريج نضيفو هنا الخالط يكون بحرارة المطبخ إلا ما متوفرش اللبن يمكن لكم تديرو الحليب أو الياغورت هنا عندي هنا اللبن كم توفر وخدمت بهو كيجيء رائع في الكيك سوف نخلطت العناصر مزيان مع بعضياتهم وعندي هنا جوج خمارة من فئة 8 جرام خميرة خاصة بالحلويات غادي نغرب لها من الأحسن غرب لهم لأنه كيكونوا بعض المرات فيهم الحبيباس ما تيبغوا شي دوبولي نفلي كيك وكذلك غادي نضيف كيمية من الكاكاو كتبقى لحسابية النوعية ديالة الكاكاو إلا كاللون دياله غامق أو لفاتح والحسابية تنتو ملكيكا كيف بغيتوها يعني اللون دياله غامق أو ما غامقش بزاف إذاً غادي نغرب السوك عفواً غادي نغرب الخميرة مع الكاكاو هما الولا ومده نضيف الدقيق بالتدريج كما شفتو الحبيبات ديال الكاكاو كديرك ديال الخميرة را كيكونوا ضروري ما تغرب لهم إذاً غادي نضيف الدقيق التهوى يكون مغربل ضروري يكون مغربل باش تحصلوا على نتيجة مزيانة عادي نبقى نضيف الدقيق شوية بشوية وانا كنخلط ما سكونش العجينة قاسحة ما تكتروش الدقيق بحكم أنا والكاكاو كي شرب نضيف شوية بشو وانا كنخلط حتى كنتحصل على الخليط اللي أنا غراضي بيه هذا الخليط كما تشوفو قملي كنهزو الفوي كيكون واحد الخط ما كيتقطاش كيتكولنات الخطيط وكنكسبو بيه ما كيهبتش مباشرة في الكيك يعني كيبان إذاً عندي هنا المول اللي دهنتو بزيت ورشيتو بالدقيق هذا راه كبير نخليكم ان شاء الله القياس ديالو في صندوق الوصف سوف يكنخوي الخليط في المول أنا الفرن باقي ما شعلتوش حتى كنخوي الخليط ديالي في المول عادة كنحط المول في الفرن وكنشعل عليها لعافية مهيلة ونخليها تاخد وقصة في الطياب ما كتطبش بزيف يعني ما كتاخدش وقصة في الطياب إلا بغيسوها تجي عليها على القدر اللي أنا جاتني كتدرهم طبيعة لحال المول أصغر سوف ندخلها الفرن حتى نخرجها من الفرن ونطلقاو إن شاء الله هذه الكيكارة باقة سخونة كما كتشوفو كتجير طيط طبع يعني يلا خرجتها من الفرن نخلي حتى تبرد وده بعد يندوز باش نقدو هاد السوس الرائعة عندي هنا جوج كيسان ديال الحليب كما سبق لي ذكرت نفس الكأس باش عبرت من اللول جوج كيسان ديال الحليب قدرتهم في كاسرونة وضفت ليهم السكر هنا تقريبا ثلاثة المعالق عفوان مع عمرينش مزيان وهنا عندي النشا تقريبا جوج معالق كما شفتو مجوج معالق عمرين مزيان والكاكاو نضفت كذلك مع العقا حتى الجوج ديال الكاكاو كيفما سبق لي ذكرت كيس بقى لحسابيت النوعية والحسابيت نتومة كيبغيتو الصوس ديالكم واش فيها نسمة ديال الكاكاو مجهدة غادي ندرون فوق البوطة لعفية مهيلة مع التحرك حتى عقا دولية هدول خالط غادي نضيف لي ملعقة ديال الزبدة تكون خاصة بالاكل ومحط الخالط سخون غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها يمكن لكم تخليو الخالط كيفما هكا كيفما يمكن لكم تضيفو ليه الفاني غبرا حتى وكي يعطيه مضاق رائي بالنسبة لي انا غادي نعطيه النسمة ديال القهوة غادي نضيف له نكهات القهوة هادي يالتك تجي لشكل جيل يمكن لكم تضيفو لو متوفرش ضيفو فقط ساشية ديال نيس كافي او قهوة سريعة الدوابان خلطه مزيان يعني اضيفوها وخلطه مزيان باش يدوب لكم انا غادي اللي عندي متوفرة استعملت هاتي يكا دعطيه المضاق رائع جا تصوص رائعة هادي يالتصوص يانا ما ديش نخليه حتى تزبرد طيب الحرادي ساعقد ليفكسرونا غادي نديرها مباشرة فوق الكيكا ديالتي يمكن لكم الكيكا تسقيوها تسقيوها بشوي دي القهوة مثلا مع السرا او لا السيرو بنسبة لي جا تنير تطبا ما كان حتاش اناني نسقيها نسقيها سافي غادي ندير الخليط ديال اللاسوس فوق الكيكا ونخليها حتى تبرد راه جيت اللاسوس رائع بالنسبة ليت القهوة نتمنى انكم نجربوها بها الطريقة وكيف ما سبقل يذكر سيمكن لكم تكسافيو فقط بالخليط كيف ما هو او لا تزيدو فقط النكهة ديالت الفاني اذا نخلي حتى تبرد ونزينها ونطلقاو ان شاء الله وهدي هي الكيكا ديالتنا كيف ما شفتو راه كيجي اكتر من رائع بنسبة لي انا فقط درت لات زين بسيط درت لها شوية ديال كوك نجناب وحكيت شكلات البيض وشكلات الاسود من الفوق كما شفتو القهوام ديالها كيجي اكتر من رائع كيجي خفيفة وديك الاسوس بالنكهة القهوة كيجي يا سلام نتمنى انكم تجربوها واتنى الاعجاب لكم دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة